تحركات ديبلوماسية مصرية مكثفة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال زياراته الخارجية المهمة والتي استهدفت دعم الموقف المصري سياسيا ودفع عجلة الاقتصاد وانفتاحه على اقطاب العالم من الشرق الى الغرب بدأ الرئيس السيسي نشاطه الخارجية في عام 2018 من افريقيا بالمشاركة في اجتماعات القمة الافريقية الثلاثين التي عقدت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في الثامن والعشرين من يناير وناقشت مجموعة من القضايا من بينها مضعفة الجهود لتحقيق التنمية والسلام ومحاربة الفساد في الدول الافريقية كما وافق القادة الافارقة على رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 كما شارك الرئيس السيسي في القمة الثلاثية التي عقدت بأديس ابابا مع كل من الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي السابق هيلة ماريام ديسالين حيث تم استعراض تطورات المفاوضات الجارية في اطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة واكد الرئيس السيسي خلال القمة ضرورة ان تتحل المفاوضات بالروح الايجابية والحفاظ على المصالح المشتركة وفي شهر فبراير قام الرئيس السيسي بجولة خليجية استهلها بسلطانة عمان حيث عقد جلسة مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اتفق خلالها الجانبان على اهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين كما توافقت الرؤى بشأن اهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمات التي تشهدها بعض دول المنطقة خاصة اليمن وفي دولة الامارات عقد الرئيس السيسي مباحثات مع كل من الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة تناولت تعزيز العلاقات الثنائية كما تم استعراض اخر المستجدات على صعيد القضايا الاقليمية والملفات السياسية محل الاهتمام المشترك وفي شهر ابريل شارك الرئيس السيسي في اعمال القمة العربية التنسعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية واكد الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة ان هناك دعما للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة مضيفا ان هناك حاجة الى استراتيجية شاملة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة كما قام الرئيس السيسي في شهر اغسطس بجولة اسيوية شملت البحرين والصين واوسباكستان حيث اجرى في المنامة مباحثات مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة اتفق خلالها على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الامة العربية وشعوبها وفي الصين عقد الرئيس السيسي مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج اعرب خلالها عن ترحيبه بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين وارتقائها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين للتعاون في المجال الاقتصادي وشملت زيارة رئيس الجمهورية للصين مشاركته في قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين افريقيا فوكاك والقى الرئيس السيسي كلمة بالمنتدى اكد فيها اهمية الشراكة الافريقية الصينية التي نجحت في تنسيق مواقف الدول النامية على الصعيد الدولي في العديد من الملفات المحورية وفي اوزباكستان المحطة الاخيرة من جولته الاسيوية عقد الرئيس السيسي ونظيره الاوزباكي شاوكات مرديا ايف جلسة مباحثات شهدت استعراض اوجه التعاون الثنائي خاصة في مجال مكافحة الفكر المتطرف والجريمة المنظمة واكد الرئيس السيسي ان حكومتي البلدين وشعبيهما سيعملان على المزيد من توثيق ورفعة العلاقات بينهما كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة وفي شهر سبتمبر شارك الرئيس السيسي في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة حيث القى كلمة مصر في المناقشات العامة رفيعة المستوى للقادة والرؤساء المشاركين في اعمال الجمعية العامة وعرض الرئيس رؤية شاملة حول موقف مصر ازاء كافة التحديات العالمية ودع المجتمع الدولي الى التحرك بمزيد من الفاعلية لاحتواء ومنع الصراعات المسلحة ومواجهة خطر الارهاب وفي شهر اكتوبر قام الرئيس السيسي بزيارة جزيرة كريت اليونانية للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في اطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في نوفمبر من عام 2014 وتوافق زعماء الدول الثلاثة على انشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة وفي شهر نوفمبر شارك الرئيس السيسي في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبي والتي عقدت في مدينة بليرمو الايطالية وذلك لبحث التوصل لحل الازمة السياسية التي تعصف بليبيا واشدد الرئيس السيسي في مداخلته امام المؤتمر على حرص مصر على الحفاظ على وحدة الاراضي الليبية وسلامتها الاقليمية واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة